بسم الله الرحمن الرحيم قبل تشوف الفيديو رجاء للجزء الأول التي تحدث عن الألدهيدات والكيتونات خواص الفيزيائية الألدهيدات والكيتونات ما هي الأول إنتبه إذا درجات غليان الألدهيدات والكيتونات أعلى من درجات غليان الألكانات مجرد مركبات egg هيدروكربونية meist لماذا مجرد مقارباتها في الكتلة الجزائية لأن هناك مجموعة كربونية القطبية في الألدهيد وفي الكيتون من نفس الوقت نتبه أن درجات غلايان أقل من الكحولات وأقل من أحماض الكربوكسيلية المقاربة لها في الكتلة يعني النفس تقريبا عدد الكربونات ليش؟ لأن الألدهيدات والكيتونات لا تقوم بотрي شaty PU لأن الألدهيدات والكيتونات هنا هم جمعة كربونيل ولكن الكحولات الأحماض الكربوكسيلية هنا هم جمعة شنون او اج قطبيتها اعلى من قطبيت الكربونيل لاحظوا هني هذا الكان هذا ايثر هذا الديهايد وهذا كيتون شوف الكتل الجائية مالتهم حي المتقاربة ولاحظ درجات غليانهم هني 36-35 اللي هم الديثر والالكان لكن لما يناحق الديهايد شنو درجة غليانة اعلى لما يناحق الكيتون ايضا درجة غليانة اعلى كما للجدول اللي طاف هم نفس الكتل الجزائية اكو شنو كحول وحمض كربوكسيلي شوف درجات غليانهم اعلى بوايد من الكيتون والالدهيد ثاني خاصية وايد التكرر يقول لك درجات غليان وانصهار الالدهيدات والكيتونات المتشابهة في التركيب تزيد كل ما زدنا الكتلة الجزائية يعني كل ما زدنا عدد درات الكربون تزيد درجة الغليان او درجة الانصهار هذا كلام قديم يعني مكرر في كل المواد العضوية اللي خذناها من قبل النهيدات والكيتونات ذات الكتلة الجزائية الصغيرة تذوب في الماء والسبب قدرتها على تكوير رابط هيدروجينية مع جزيئات الماء وهذا كلام جدنا قلنا احنا المرلطافة قلنا هذه مجموعة الكربونيل وهذا هو الماء اتش هني و او و اتش قلنا راح تصير رابطة هيدروجينية ما بين الوكسجينة والهيدروجينة والذوب شرط ان يكون هذا طبعا هني ار وهني اتش او ار شرط ان يكون هذا الحبيب كتلة الجزائية صغيرة وقف الفيديو وشوف الرسمة تشيك على هذا الجدول لاحظوا هني عندي الديهيدات هذا في كربونة واحدة هذا في كربونتين هذا في ثلاث كربونات شو اللي قاعد يصير اللي قاعد يصير ان الذوبانية كل ما زاد عدد الكربونات وكل ما زاد الكتلة الجزائية قاعدة تقل الذوبانية شوف كانت لمالة نهاية صارت 16 درجة الانصهار قاعدة تزيد ودرجة الغليان قاعدة شنو تزيد كذلك هذا مصداق الكلام اللي قلنات هو هذه معلومة ممكن تيك صح وغلط او اكمل فراغ الميثانال او الفورمالدهايد يوجد في الظروف العادية في الحالة الغازية ولهذا يستخدم في صورة محلول مائي يسمى الفورمالين عندما يذوبون هذا الغاز في الماء يصير اسم الفورمالين يستخدم كمادة حافظة زين شنو الخواص الكيميائية الديهيدات والكيتونات طبعا لان فيهم كربونيل راح يكونون متشابهين وعيد لكن يختلفون في عملية الاكسدة يمكن هيك صح وغلط ليش؟ لان الديهيدات تتأكسد بسهولة علن لان فيها ذرة هيدروجين مرتبطة بمجموعة الكربونيل احنا قلنا الديهيدات هذه هني هذي R وهذه H هذه هي السبب اللي تخلي الديهيدات تتأكسد بسهولة قبل لا نكمل الشرح لازم نفهمكم شوني يعني نيوكلوفيل نيوكلو مسشقة من كلمة نيوكليوس يعني النوات والتي تحمل شحنة موجبة وفيل يعني محب تمام إذا نيوكلوفيل هو الشيء اللي يحب الشحنات الموجبة من اللي يحب الموجب أكيد السالب أو اللي عنده زوج من الألكترونات مثلا نيوكلوفيلات ممكن نقول ان السي السالب هذا نيوكلوفيل ونقدر نقول هذا نيوكلوفيل يحبون الشحنة الموجبة ونقدر نقول أيضا أن الأمونيا نيوكلوفيل ليش لأن النيتروجين عليه زوج من الألكترونات ممكن أن يجذب الشحنة الموجبة ويسوي رابطة تناسقية تذكرون كلام هذا كذلك الماء نقدر نقول أن شنو نيوكلوفيل والسبب أن عندنا زوج من الألكترونات زوجين بعد مو زوج واحد ممكن يسوي رابطة تناسقية الآن نقدر ندش بالخواص الكيميائية أو تفاعلات الألدهيدات والكيتونات بالإضافة أول نوع هو الإضافة نيوكلوفيلية تتفاعل الألدهيدات والكيتونات بالإضافة مع المواد النيوكلوفيلية مثل سيانيد الهيدروجين أو الكحولات أيضا تعتبر نيوكلوفيلات وقد ينتج من الإضافة مركب ثابت أو مركب غير ثابت يعني غير ثابت يعني يتفكك أو يتحلل فيستمر الناتج في التفاعل يعطي مركب أكثر ثباتا شنو هذا الغاز لا تعال شوف شوف إياي هذه الحين مجموعة الكربونيل الموجودة في الألدهيد وفي الكيتون وهذا نيوكلوفيل حلو شاللي بيصير اللي بيصير أن اله بتهجم على الأو حلو ونيوكلوفيل اللي هو عاشق الموجب رح يهجم على السي والسبب أن نحن قلنا من قبل أن مجموعة الكربونيل فيها قطبية هنا جزئيا سالب على الأكسجين وعلى الكربون جزئيا موجب لذلك هذا الحبيب نيوكلوفيل يدور الموجب يهجم عليه والهيدروجين يدور السالب بحكم أنه موجب رح تنكسر رابطة ثنائية تصير رابطة وحادية وهذا هو الناتج اللي رح يطلع وياي انزين حيث أنيو اللي يوضح بكتابة المعادلات الكيميائية الرمزية ما يحدث عنده تفاعل سياني للهيدروجين مع الإيثانال سياني للهيدروجين هذا H-CN وإيثانال كهو الإيثانال شنو اللي رح يصير مثل ما قلنا H يبي O ونيوكلوفيل يبي منو الكربونة وراح تنكسر رابطة ثنائية هذي تصير رابطة شنو وحادية لاحظوا هنا الأجخذ O وهني السياني ديش على أو C-N ديش على C صار عندي إيثانال سيانو هيدرين نزين إضافة الهيدروجين إلى الألدهيدات والكيتونات يسمونه اختزال عكس الأكسدة نزين تتفاعل الألدهيدات والكيتونات بالإضافة من الهيدروجين في هذا التفاعل تختزى الألدهيدات إلى كحولات أولية والكيتونات إلى كحولات ثانوية يا أمي فهمنا شنو قصدك قصدي الحين شوفوا هذا هذا كيتون عدل تفاعل مع الهيدروجين شاللي بيصير بيصير إنه واحدة من الهيدروجينات بتروح هني واحدة من الهيدروجينات بتروح وين هني شنو بيصير اللي بينتج عندي R C-H R وهني O-H هذا كحول شنو كحول ثانوي ليش لأن ذرة الكربون هذي اللي مرتبطة بال O-H مرتبطة بمجموعتين أو شقين الكيل فهو كحول ثانوي لأن شديد تختزل الكيتونات إلى كحول ثانوية نزيل الهيدات شنو بيصير فيها رح يهجمون الهيدروجينتين واحدة على O واحدة على H فرح يطلع IR CH 2 ليش CH2 لأن أصلا كان عندي هيدروجينة هنا صح وفوق شنو بيصير هالصوب O-H إذن هذا كحول شنو أولي ليش أولي تلاحظ الكربون اللي مرتبطة فيها O-H مرتبطة فقط بشق الكيل واحد نزيل خنكم الكلام تتم عملية اختزال إما بوسط الهيدروجين تحت ضغط مرتفع في وجود عامل مساعد ساخن مثل نيك الأبلاتين أو ممكن نستخدم هيدريد الليثيوم والألمنيوم كعامل مختزل تكون الكحول المقابل مباشرة سواء كان أولي أو ثانوي تشيك هذا مختصر التفاعل حلو بدون لا يحدد لك إذا كان هذا ألدهايد أو كيتون الفكرة نفسها إن راح الدش هيدروجين هنا وتنقص الرابط الثنائية هذه العامل المساعدة اللي ممكن تستخدم ها شوف هذا المثال عندك وضح بكتابة معادلات كذا كذا تفاعل البروبانال مع الهيدروجين تحت ضغط كذا هذا البروبانال وهذا الهيدروجين طبعا هذه بدلا نرسم ها نخليها هنا عشان تصير السالفة أوضح وحد واحدة من الهيدروجينات على هذا شون رح يصير عندي CH2 عدل وOH ورح تنقص الرابط الثنائية أنزين تفاعل الأكسد اتكلمنا عنه في بداية الدرس قلنا أن الالدهيدات تتأكسد أسهل من الكيتونات وهذا معنات أن الالدهيدات ستتأكسد معظم العامل المؤكسدة حتى الضعيفة والسبب يعود لوجود ذرة الهيدروجين المرتبطة بمجموعة الكربونير رسمنا لكم هذه كانت تذكرون قلنا في H وهذه هي السبب التي تجعل الالدهيد يتأكسد أسرع بينما لا تتأكسد الكيتونات بسهولة لأن لا يوجد ذرة الهيدروجين من كثر ما هي التأكسد بسهولة التأكسد حتى بأكسجين الهواء الجوي لما تترك الزجاجة من البنزالدهيد حمض البنزويك لأن تأكسد هذا البنزالدهيد بالأكسجين الموجود في الهواء وهذه هي معادلة التفاعل شوف هذا البنزالدهيد التفاعل مع الأكسجين شو اللي صار فيه أكسجين ويندشت هني من زي والأكسجين الثانية أقول لك يا الحبيب هذا اثنين ضرب هذا معناته في مولين مثل في واحد ثاني من هذا قاعد هني حلو طبعا الرسمي أنا مميز أنتم تدرون الأكسجين الثانية دشت وين ها وين دشت ما أدري عنكم الله دشت هني خلصنا إذن طلع عندي مولين من حمض البنزويك كذلك تتأكسد الألدهيدات بسهولة بالعوامل المؤكسدة الضعيفة مثل منه كاشف تولن محلول فيهلنج اللي هو ألف وباء حتى محلول بندكت نفس الشي يأكسد الألدهيدات لكنها هذه الأشياء ما تأكسد منه الكيتونات عشان إذا أنا بعرف اللي عندي ألدهيد ولكيتون أجرب ويا هذه المخلوقات اللي هي العوامل مؤكسدة الضعيفة إذا اضبطت ويا أكسد معنات معنات هو ألدهيد إذا ما أكسد إذن هو كيتون شنه كاشف تولن كاشف الفضة وطبعا هذا المحلول قلوي تمام هذا الفضة وقلوي إذا حطيت فيه إنت ألدهيد مثل الإيثانال هذا راح ترسب ذرات الفضة وين على جدار الأنبوبة تعطيك منظر كأن منظر مرآوي تأكسد هذا الإيثانال يعطيك ملح الحمض يعطيك ملح الحمض نزين ومحلول فهلن قيش قصته قال كيفو محلول فهلن تيبنت الألدهايد حلو وتحط ه بمحلول فهلن اللي هو يحتوي على كتيونات النحاس الثنائي وهو محلول قلوي أيضا يعني اثنين هم كانوا قلويين ها شي صير اللي صير هذا يتأكسد يعطيك ملح الحمض وهذا يغتزل ويعطيك شنو يعطيك الراسب الأحمر الطوبي هذا اللي هو أكسيد النحاس الأولي حلو أكسيد النحاس واحد ويعطيك أيضا ماء نزا خلونا نشوف تفاعل الكيتونات اللي هو تكوين الهالوفورم الهالوفورم شنو هو مثل كلوروفورم البروموفورم سامعين فيهم صح يقولك لتفاعل الكيتونات اللي تحتوي على مجموعة ميثيل كذلك تفاعل أسيت ألدهايد وهو أيضا تحتوي على المجموعة اللي فيها شنو كربونيل ومتصلة بميثيل التفاعل هذه الأشياء اللي قلناها توامع الهالوجينات شرط أنه يكون فيه مادة قلوية ويتكون مركب الهالوفورم اللي هو كلوروفورم أو بروموفورم أو اليودوفورم يتم هذا التفاعل على مرحلتين إحلال وتحلل يستخدم في التعرف على الكيتونات اللي فيها ميثيل لو ما كان فيها ميثيل ما راح تسوي هذا التفاعل شوف هذا المثال معي هنا حطينا بيوتانون وفعلنا معه شنو أيوة هالوجين شلي صار اللي صار عندي أن اليود حل محل الهيدروجين عندي هني ترى ست ذرات يود يعني ثلاث جزيئات بس فيها ست ذرات كل واحد من ذول آي مرتبط بآي حلو تنكسر رابطة تروح آي هنا والآي الثانية تاخذ الهيدروجين وتطلع فيها حلوين فشنو نتج عندي نتج عندي أن الثلاث اتشات تطلعوا ثلاث مركبات من يوديد الهيدروجين ثلاث مولات وأما هنا دش أو ثلاث ذرات من اليود فصار عملية إحلال أو استبدال نزين طلعوا إياه هذا المخلوق شنو صار فيه على طول بسبب وجود المحلول القلوي تحلل تحلل شنو صار فيه لاحظ هنا صار عندي الصوديوم دش هنا وهو ويا أكسجين تمام وهو ويا أكسجين وأما هذه المجموعة كلها والراحة خذت الهيدروجين وطلعوا أعطوني اليود فور يا رب تكونوا استفدتوا والحمد لله رب العالمين شكرا